أنا لقيت المكون السحري للسعادة والرضو بالحياة حياتك ممكن تكون زي كأنك عايش في فيلم والسعادة موجودة كل يوم بكل مكان وبتحقيقي هالشي بأنك تخلي حياتك رومانسية اليوم رح نتعرف أكتر شو يعني تخلي حياتك رومانسية ورح تشوفي قديشها من أهم الأشياء بحياتك اليومية وأنه مو شي مبالغ فيه بعد ما تجربيه ورح أشاركك أشياء أنا بعملها ومجربيتها وغيرت لي حياتي ولا يعني أنه حياتك رومانسية يعني تحتاجي شريك لا من زمان كنت أواجه صعوبة بأني أستمتع بحياتي وأحبها وأرضى بكل شي فيها وأحس حالي دايما أقل من كل حدا حوالي وبنكد دايما بدون سبب وبعد سنين كتيرة عرفت أخيرا كيف أوصل لحالة الرضا وأعيش اللحظة بشكل عام معنى أنه حياتك رومانسية أنك تستمتع باللحظات اللي صغيرة باليوم وتعملي إلك جو معين اللي ممكن يقلب الأشياء اللي منعملها دايما ونحن زهانين لأحلى الأشياء باليوم اتبعي هاي الطرق والنصائح وأنا متأكدة إنها إن شاء الله رح تفيدك واحد الحب الحب هو المحرك الأساسي لكتير من الأشياء اللي منعملها بسعادة بدون الحب ما رح نعرف كيف نقدر كتير أشياء منعملها حبي كل يوم بحياتك قدري حالك وبلش تطلع على الأشياء اللي صغيرة اللي أنت بتحبيها وبتقدريها بيومك واحمدي الله عليها من التمارين اللي ساعدتني بهالشي إنه كل يوم بالليل بكتب إشي واحد خلاني كتير مبسوطة ممكن يكون حبت فواكه أكلتها وكانت كتير طيبة أو إنه كنت قاعدة وإجت بسي لعندي وقاعدت جنبي أو لعبت لعبة كتير حبناها أنا وخواتي وضحكنا كتير فصرت ألاحظ هاي الأشياء أكتر وأكتر وأقدر كل لحظة حلوة لو كانت صغيرة وأحمد الله عليها تقوس في صحبة إلي كانت دايما تتخوت وتحكي لي أنت كل شي عندك أجواء والجواب دايما أوه ليش لا؟ دايما لازم نخلي عنا لحظات صغيرة من هيك يعني فخامة حكيتها بالحلقة اللي قبل عن أهمية روتين الصباح وقديش بعمل فرق كتير كبير بحياتك اعملي إشي بتحبيه وإقرأ كتابك اللي بتحبيه واعملي كاسة شاي أو شي بتحبي تشربه رتبي تختك وأنتي بتحكي أذكار الصباح مثلا زبطي فطورك وغداكي وعشائكي بطريقة كتير حلوة وحطي ورد وشمع هيك خلي عندك أجوائك الخاصة اللي بتستمتع فيها من الأشياء اللي أنا بحب أعملها إنه لما أكون أقرأ كتاب يعني بحبه بعمل شاي أخضر ببريء صغير وبجيب فنجاني اللي بحبه بحط على اللابتوب ambience اللي هو بكون يعني زي صوت شجر أو مي وبعد أقرأ هيك صوت الشجر مع ريحة الشاي وكتابي اللي بقرأه بيكون مستمتع وأنا بقرأه بيعطيني شعوري كتير حلو وبالسعادة وفعليا بساعدني هالشي إني أظنني ملتزمة بهاي العادة كل يوم ثالث شي كوني سائحة مدينتك قديش منظل نروح على نفس المطعم ودائما نشتغل بنفس الكافي هاوس وبالآخر منكون زهقنين ومنحكي ما في مكان نروح عليه وبالحقيقة منكون أصلا مش مجربين وموسعين مداركنا حاولي دائما جربي أماكن جديدة جربي كافي هاوس جديد جربي تروحي على مطعم جديد مع ناس جداد إذا بتطلعي تتمشي غير الطريق اللي دائما بتمشي فيه وحاولي تطلعي حاوليكي وتستمتع بالأشياء الصغيرة يمكن تشوفي موقف حلو قدامك ويكون أحلى شي تشوفيه لليوم أو تشوفي ناس عاملين حداقتهم بطريقة كتير حلوة وتأخذ منهم أفكار من أكتر الأشياء اللي بتخلينا مبسطين ومتحمسين ومنفتحين على الحياة هو لما ننجرب أشياء جديدة وطريقة إنك تجربي مطاعم وأكلات جديدة هي من أسهل الطرق يعني مثلا أنا لما أفوت محل كتب واللي هو من أكثر الأماكن اللي بحب أفوت عليها بحاول أطلع حوالي أكتر وبطلع على كتب ما بقرأها بالعادة بقرأ أول أكمن صفحة من كتب عشوائية عارفين هيك بشمرحت الكتب وبستمتع باللحظة أربعة اللبس الطريقة اللي بتلبسي فيها مهمة كتير سواء كنتي بالبيت أو طلع على السوبر ماركت أو راحة على إفنت مهم الطريقة اللي بتلبسي فيها بتأثر على يومك بشكل كتير رهيب بالحلقات اللي قبل كتير حكيت عن أهمية اللبس وكيف بيأثر على ثقتك بحالك والطريقة اللي بتكوني فيها كتير مهم إنه دايما شكلك يكون مرتب وحتى بالبيت مش رطة تكوني حاطة ميكوب أو لابسة أواعي كتير مرتبين المهم إنك تلبسي وتعمل الأشياء اللي أنت حبيتها بس لازم تكوني مرتبة ورحتك حلوة دايما لأنه هالشي كتير بيأثر على نفسيتك ورح يعطي لحياتك نوع من الرومانسية خمسة من الأشياء اللي بلشت أعملها جديد وغيرت بحياتي بشكل كتير كبير إني بلشت أفكر بالأشياء اللي أنا بشوفها إنها بتاخد كتير وقت وبتزهقني فبكتبها على بنترست وبشوف كيف الناس التانية يعايشينها مثلا أنا كنت كتير أكره أقعد على المكتب بس كتبت Studying Aesthetics أو Work Aesthetics وطلع إلي صور وبشوف كيف البنات بيعملوا هيك بيكون مرتبين المكتب وحطين شمع مثلا أو دفتر حلو وبيعطيني أفكار وحماسة إني أعمل نفس الشي فصرت أعمل لكل شي بورد على بنترست وبشوف كيف البنات بيضبطوا الأجواء اللي حواليهم فحاولي دايما تكون غرفتك أو المكان اللي بتستعملين ضيف ومرتب وحلو وخدي أفكار من بنترست أو مكان تاني ورح تشوفي قديش رح يعطي شي حلو كتير ليومك ستة العبادات ما مننكر أهمية الدين بحياتنا وإنه هو المصدر الأساسي للرضو التام فحاولي تخلي سجادتك الصلاة وأوعيك الصلاة دايما ننضاف خلي قرآنك بمكان نضيف ومرتب وسهل إنك توصلي له وبس تبلش الصلاة انسي كل إشي وركزي فيها وبالقرآن واستشعري وجود الله تعطري قبل الصلاة وتأكدي إنه أوعيكي نضيفة وإنك جاهزة لمقابلة الله وتذكري دايما إنه نحن منعيش طول اليوم عشان نصلي مش منصلي عشان نعيش اليوم سبعة المناسبات المهمة قديش منشتري أشياء وشمع حلو فستين حلوة وميكوب حلو وما منستعمله عشان منستنى المناسبات المهمة وبالآخر المناسبة أصلا ما بتيجي ومننسى الأشياء أو بتخرب وقصلا بتبطل عجبيتنا بعد وقت دايما استعملي الأشياء اللي أنت حبيتها البس الفستان اللي أنت حبيته حتى لو بس قاعدة بالبيت شغلي الشمعة اللي مخليتها لمناسبة مهمة واستعملي للصحون اللي مخلينهم بس للضيوف ما في أي سبب يخلينا نتعلق بهاي الماديات ما رح يعني تخرب رح نحافظ عليها وإذا صار أي شي فيها عادي هاي ماديات وطبيعي كتير أنها تتأثر لما انتستعملي الأشياء اللي بتحبيها كتير واللي متحمسة جار بيها رح يعطي نوع من الرومانسية بحياتك ودائما اشتري هاي الأشياء اللي صغيرة اللي أنت حبيتها اللي رح تعطي جو مختلف لإلك سواء كانت نبت صغيرة داخلية أنت حبيتها أو ضوء معين شفتيه رح يعطي جو كتير حلو لغرفتك اشتري لحالك ورد وحطيهم بفازة حلوة ورتبيهم لا تطيعي هاي اللحظات عشان تستني المناسبات المهمة اللي يمكن ما تيجي تعمل شي عقلية مختلفة لازم تطلع على جوانب الحياة بطريقة وعقلية مختلفة منها أول شي بل شي أول ما تصحي مثل ما حكينا قبل شوي عن بروتين الصباح من الصبح اصحي وذكري حالك بأنه يومك رح يكون مليان بالأشياء الحلوة اللي بتحمسك اثنين من أهم الأسئلة اللي ممكن تسألي حالك إياها كيف أخلي هاي اللحظة ممتعة بأكبر شكل ممكن وشوفي شو الجواب رح يكون وفعليا اعمل الشي اللي خطر ببالك ونبص فيه ثالث شي تذكري إنه عندك قوة كتير كبيرة انتي بإمكانك تغير الموقف وتتقبليه بالطريقة اللي بتستقبليه فيه فيه شي صرت أعمله لما أسوق وهيك حدا ييجي مسرع وبيقطع دهري من قدامي كنت زماني كتير أعصب بس هلا صرت بحكي أوكي أنا متأكدة إنه مستعجل بده يلحق أحد المريض أو عم بيودي مرته على المستشفى لأنها عم تولد يعني تجسيد لما قولت التمس لأخيك عذرا هالشي بريحك انتي مش هو دايما بس يصير شي مش منيح معك مثلا انكسر تليفونك أكيد رح تتدايق أول ما يصير الشي بس حاولي تمسكي حالك من إنه يكون الرياكشن زايد عن حده اتقبلي الموضوع وحاولي تلاقي حل أوكي تليفوني هلا انكسر ما في شي بقدر أعمله يغير الواقع شو بقدر أعمل عشان أضبط وأصلح اللي صار تقدري مثلا توديه على المحل تليفونات أو إنه تشتري تليفون جديد أو تستعملي تليفون موجود بالبيت من قبل ما حدا بستعمله بهيك ما بتضلك مثنك ده طول الوقت وتتقبلي الشي اللي صار بطريقة قواقعية وهالشي بده تدريب أنا نفسي لهلا بدرب حالي عليه بس أخريتنا رح نعرف نعمل هيك بدوق بكل جوانب حياتنا رابع عقلية تتبنيها إنك دايما تخلي عندك شي تتحمسي له لآخر اليوم مثلا حاجزي لإلك موعد بالصالون عشان بس تخلص دراستك وشغلك تروح تقصي شعرك التقي بصاحبة إلك بتحبيها اقرأ كتاب اللي انت كتير كنت متحمسة تقرأيه أو مثلا تخبزي كاكل مسا يعني مش غلط أو إنك تجربي وصف جديد وكتير متحمسة إنك تجربيها هاي الخطوات اللي حكيتها كلها بتساعدنا بشكل كبير بإنه نعيش ونغير بحياتنا إذا لسه عندك مشكلة بإنك كيف تتغير ومو عرف من وين تبلشي هاي الحلقة ممكن تساعدك كتير بأول تعليق رح تلاقي أكتر مشروب أنا بحب أشربه بس أكون أشتغل جربوه رح تحبوه كتير وإنت إذا عندك أي شي بتعمليه دايما أو وصفة لمشروب معين بتحبي تشربه شاركي بالكومنتز أنا كتير مبسوطة إني جزء من رحلة التغيير تاتك ظلك مؤمنة بأله وبحالك ورح أشوفك عن قريب بالحلقات الجاي مع السلامة